في الفقرة دي مش مطلوب منك غير إنك تستخدم الكارت الأحمر إنت كابتن سعد بيطلع الكارت الأحمر في حياته يعني يا لو أي حاجة مدايقاني لا داش كده بشكل عام إيه الحاجات اللي بتدايقك لا يعني لو متدايق من حد معين فببعد يعني عنه ومتدايق من مكان معين فببعد فما أي حاجة مدايقاني لا يعني لو سألنا السؤال بطريقة أدق شوي إمتى في شخص ممكن تقوله مش عايزك في حياتي هناك بتطلع له كارت الأحمر يعني لو إحنا مثلا بيبقى قريبين بعض وحصل حاجة وبعدنا أو حاجات سوء تفاهم الحاجات اللي هي يعني أنا في التعامل بسيط جدا يعني وفي أي حاجة بحب إن أنا أبقى واضح أو أتكلم أو لو أنا متدايق منك هجأ أقولك أنت متدايق منه يتقول لي فلو حد أخذ جنب بأخذ جنب وخلاص ما بأدورش يعني خلاص أمور بسيط إيه المنطقة المحزورة في حياتك اللي مينفعش حد يقرب منها خالص المنطقة المحزورة؟ أه مش كل حد يقول لك بس أنا عندي خطوط حمرة في حياتي أه ما لحد هنا كده ده عدى خطوطه الحمرة إيه الخطوط الحمرة اللي عندك اللي لأ لحد كده وستوب يعني الحاجات اللي هي الطبيعية بتاعتنا كلنا يعني البيت الأسرة الحياة الشخصية يعني بشكل عام هي بتبقى بعيدة بيتك وأسرتك خط أحب أه بتبقى بعيدة عن يعني عن أي حاجة يعني إيه المرحلة من حياتك لو عادت تفكر مع نفسك وتركز كده تقول لك أنا عديت المرحلة دي كتت مرحلة صعبة في حياتي آه الإصابة الإصابة مرحلة الإصابة كتت فترة صعبة وكتت أول مرة تصاب عموما فإصابتين تقل وراء بعد وعملية كبيرة فدي كتت مرحلة صعبة بالنسبة لي عادت قد إيه تقريبا عادت سنة ونص آه يعني تصابت إصابة عادت في ست شهور ورجعت ألعب أربعة ماتشوات رابع ماتشي ليا جات الإصابة في وطر أكيلس عملت عملية وقعدت فيها فترة فكتت مرحلة صعبة يعني علي وعلى الأسرة وعلى كل حد أكتر ماتش أنت رعبت في حياتك وكنت حاس أن أنت مضغوط نفسيا مش قادر آه يعني فيش ماتش واحد يعني الماتشات كلها الماتشات كتير الماتشات كلها بس ممكن آه أكتر واحد طيب يعني نهائك كنفيدرالية اللي كن يعني نجوني المكسب يعني كان ضغط المكسب عايزين نكسب فيمكن هو ده يعني ضغطنا لكن الحمد لله الضغط يجي في الآخر بفائدة وكسبنا وماتش والدنيا كلها فرحة يعني آه في وجهة نظرك هل اللعيب ممكن الجمهور يخليه يبطل كرة؟ يعني يبطل كرة صعبة شوية آه ممكن يتضغط آه يتدايق شوية يبقت شوية لكن يبطل دي صعبة طب ممكن يأثر مثلا على مستوى آه طبعا في لعيبة مع الضغط ما تقدرش تلعب أو ما تقدرش في العوات الحالية أو في لعيبة ما تقدرش تلعب في وسط ضغط الجمهور ده آه اتحدد في الضغط ده يعني مع الجمهور بتتعامل مع نفسك ازاي علشان ما توصلش للمرحلة دي؟ يعني أول حاجة تحاول تبقى عن السوشيال ميديا خالص اللي بتكتب واللي بتقال واللي بتعمل فلازم تبقى تخالص عن السوشيال ميديا خالص يعني حاول تفصل خالص تقرى حاجة تعمل حاجة تركز تمرينك وتركز في ماتشاطك ولازم قال لك الناس أهل السقة تصق فيهم سواء لعيبة سواء مسؤول معاك في النادي ان انت يبقى على طول بيدعمك وفي ظهرك ويبقى مراتك الحقيقية سواء بالإجابة أو بالسلم وأسرتك تبقى جنبك يعني في الوقت اللي زيدي لازم اللعيب حاول يفض زهنه حاول انه هو ميرميش ودنه لأي كلمة بتتقال لان انت بكرة وعملت ماتش كويس هيتقال عليك أحسن لعيب بعد بكرة وعملت ماتش وحش هيتقال عليك أسوأ لعيب هي خلاص المقيس بقت كده في مصر يوميا فما ترميش ودنك لما على الإيجابة أوي ولا السلبة أوي آيان متفرحش قوي أوي بساعة الإشادة بي ما تزعلش قوي لان انت بتلعب موسم 34 و 30 ماتش فأكيد هتعمل في 34 و 30 ماتش عدد ماتشات مش كويس وعدد ماتشات كويس فهو ده يعني في حاجة كده أنا دايما محيراني ايه السر ان اللعيب يكون ساعات مستوى حلو قوي ومكسر الدنيا ويروح فرقة تانية يبقى ضعيف يعني يالته يبقى متوسط حتى آه ليه آه مش عارف يعني أكيد في حاجات عوامل بقى هو اللعيب يقدر يقولها آه ده شق أو بين الاندية وبين بعض ده شق تاني يعني لا أسعب بيحصل في الاندية المحلية كمان آه يعني فيه لعيبة زمانتي بتقولي فعلا بيبقى فيه مستواتها متفوتة لكن برضو هل مثلا فيه فرق ثقافة هل تغيير يعني الناجي من الناجي تاني الواحد يكون متعود على وضع معين ده برضو يعني معاك خلال تجربتي برضو أنا بشوف ان التركيز بره تركيز العيبة أقل شوية جوه الشغل لو مهتم بالكورة بأكلك وشربك وبنومك وبسطيل حياتك وان انت مسخر حياتك كله لكورة ويومك لكورة هتقدم مستوات كويسة لكن يعني مش كل لعبة بتبقى مبكزة بنسبة ما في المية في معظم الاندية يعني فوقية نظرك كده ايه الفرق بين ناشيئين زمان وناشيئين دلوقتي يعني المهارات كانت أعلى زمان اللعبة اللعبة اللي بتطلع كانت مهاريا أعلى وشخصية أقوى شوية دلوقتي الأمور مختلفة لكن بيطلع برضو يعني بيطلع لعبة كويسة ولعبة مميزة دلوقتي لكن بالنواحي الشخصية يعني كانت ريزيجي كان بيطلع وكان فيه لعبة كتير بتطلع من الناشيئين بيطلعوا بيتعلقوا على طول يعني